طيب ساتة لو يمكن حضرتك تحدثت عن أمر في غاية الأهمية وهي دوائر الأمن القومي ودوائر الأمن القومي بتقسم دائما إلى دوائر أمن قومي قريبة وبعيدة ما يشكل خطر وما يمثل تهديد لمصر ويمكن التحديات الحالية اللي موجودة في كل الحدود المصرية تحديدا هي بتمثل تحديات يعني يمكن صعبة في التوقيت الحالي لأنه بنشوف دول جوار كتير قوي ملتهبة الحدود فيها ومشتعلة آخرها ما يحدث في السودان كيف ترى التهديدات الحالية لمصر؟ أنا بقى كنت عايز أوصل لكلمة التهديدات الأول أنا ما بفضلتش كلمة تحديات لأن التحدي هو إجراء بتعمل لمحاولة أو أفكار أنها تحد من مصالحي لكن التهديد هو العمل الذي يوقف في المصالح فالتهديد أخوى فلما أجل أتكلم أقول التحديات هو تهديدات ما يقولش تهديات لأحد يليزه أن يا華 أنا كده صح إنت وطكرة مأت lion أنا عايز الأخيرة ومش عايز الأول Amazing الجزء الثاني أن دواير الأمن قومي تلت دواير الدارة المحلية اللي هي الداخلية بتاعتي ثم الدارة الإقليمية ثم الدارة الدولية الدارة الإقليمية أنا بالنسباني هي أخطر الدواير لأنها بتجتمع على جزئين. دائرة إقليمية مباشرة والدولة الإقليمية غير مباشرة. إيه المباشر غير مباشر؟ المباشر هو الحدود اللازق فيها. زي السودان دلوقتي. زي السودان، زي ليبيا، زي إسرائيل، زي غزة، زي اليونان. لأن أنت عملت حدود بحرية بينك وبينها. صباح. زي أبرس، زي السعودية. السعودية كان أول كان جار غير مباشر. دلوقتي بقى جار مباشر أنت على رسم حدود بحرية ويا. فبالتالي اللي لك حدود لازق فيه، ده اسمو جار مباشر. ده بالزبط زي جارك. لو أنت حصل خنائي عند جارك، أنت بتسمعها. لو في مشاكل عنده، بتتنيل عندك. وأنت نفس الموضوع عنده. ده بالزبط الجريان. هو نفس الدول كتب. فأي مشكلة بتحصل عنده، بتتنيل عندي. فبالتالي لابد أن أنا في اتفاق تم مع جاري على بعض الإجراءات اللي فيها تأمين الحدود. يعني مثلاً الحدود بيننا وبين السودان فيها تأمين أكتر من حدود بيننا وبين الليبي. ليه؟ لأن السودان كان عنده دولة. فيها حكومة وفيها جيش وكلام زي كده. لكن ليه ما كانش فيها؟ فكان تأمين حدود في الليبي كتب تاني الشهل الوحدي. سواء مخابراتي أو قوات. بسطل أصعب تأمين الحدود الليبية؟ لا، لأ لتن واحد. أصعب لأنك إنت مشترك في شخصك بالزبط. لكن أنت في السودان لأتنين موجودين. فأنت بتقدر تتعامل. وبالتالي النهاردة حتى أنت لما أنت جيت ترحل عندك الكيادة الجيش السودان اللي هو بيقود البلد دلوقتي. صح هو مشتبك وعندهم مشاكل كتيرة. لكن أنت بتقدر نصك معها تعمل شغل وياها. عشان إجلاء المواطنين. عشان إجلاء وكلام ده فأنت فيه شغل. إذن فيه تحديد للمهام بنا وبمعضها على الحدود. فأنت النهاردة. ده لأن احنا بنتعامل مع مؤسسة عسكرية منضبطة. لما بنتعامل دولة مصرية لا تتعامل إلا مع مؤسسات منضبطة شرعية. يعني غيرها بنتعاملش. أقول لك حاجة فيه قواعد كده الرئيس عفتح سيسي ربنا يكربه. قالها في بداية حياته. وماشي على المنهج ده الوقت. نمرت واحد أنه علاقاتي مع الدول الأخرى مبنية على حاجتين. يا مصالح مشتركة يا مصالح متبادلة يعني مش تابعة لحد. وده وضحت فيه أكتر موقف كتير يعني. الثانية أن أنا لا تدخل في شئول داخلية لأي دولة حتى لو كانت جار. بس لازم تأمن مصالح حويةك. نمرت ثلاثة أن أنا أي دولة تحب تعمل تدريب مشترك معايا لمقابل التهديدات مشتركة أنا موافق عليها. لها التهديدات اللي بقى على الحدود. زي الحدود البحرية زي الحدود الأرضية أنا مستعد. ده كان سبب تواجد قواتنا السلحة في الأراضي السودانية. اللي هو سبب تواجد القوات بإنها بتاعت مع السودان. وبالتالي النهاردة لما حصلت مشكلة الدبلوماسية والقدرة العسكرية المصرية. كان هما السبق في السودان أنك أنت قدرت تجلي المئة وسبعتاشر واحدة. اللي هما كانوا هدف للعملية. الناس بتاعت الانتشار السريعي ده. اللي هو العامل الانقلاب ده. ملاشيات الانتشار السريعي. قدرت تخليهم من غير هدنة. ناخد بنا من دي. صحيح. لأن لأجلها بعد كده بدأوا يجلوا رعاياهم في الهدنة. احنا اشتغلنا من غير الهدنة. ده معناها أنه بتقول أنت في قلب البكان وعرفه ولا مش عارفه. ده يقول لك كده. جزء الثاني لما قلنا التهديد باستخدام القوة أو التهديد أو القوة ذاتها. أنت لما عملت طبعا ده بتتقري عندي الناس في الدول. لما أنت طلع أول بيان عندك كان اجتماع مجلس الأعلى للقوات المسلحة. المجلس الأعلى للقوات المسلحة ده مجلس تنفيذي. نعم. يبقى طب فيه قرار قرار تاخد فين؟ يبقى تاخد في مجلس الأمن القومي. المجلس الدفاع الوطني اللي أنا ما جبت السرطة. يبقى هنا مجلس الأمن مجلس الدفاع الوطني خد قرار. المجلس الدفاع الوطني حينفزه. يعني أنا عند دلوقتي قرار أننا ممكن نستخدم قطر عسكرية. ده رضا. الحديث ذاته رضا. ده تهديد باستخدام القوة. إيه الطرف الثاني أخبارك إيه؟ لأ أنت تعال خد ناس بتوعك ده همنا ناس أخوتنا وحلعباينا. ده متغير في الكلام. دازل ما بنجي نقرأ نقرأ للموضوعات صح يعني. فناخد بنا بحيط دي. وهو ده الأساس اللي قائم برضو عليه سياسة الدولة المصرية تجاهل خارج. بالضبط لأن الرئيس الفتاح سيسي. إحنا طول عمرنا دولة لسنا معتادة أبدا على الإطلاق. ودائما بنجنح للسلم مع الوطن في اعتبار أن القوة بتحوي هذا السلم. وهو مؤسسي. صحيح. لا أخذ باك ما حكيت مؤسسي. لأن النهاردة لو تشوف الرئيس الفتاح سيسي لما كان لما أخذ التفوض بالشعب لمحاربة الإرهاب. هل أخذ قرار فردي؟ ولا كان بيكتابع مجلس الدفاع الوطني في كل مرة ياخد منه القرار. صحيح. إذن القيادة دولة مؤسسة. فبالتالي يقدر ياخد. دولة تحترم القنوات الشرعية لاتخذ القرار. لأن المجلس الدفاع الوطني بيشمل جزء سياسي وجزء عسكري. لأنه ده المسؤول على السياسة العسكرية لمصر. طبعا. فبقى أنت جمع الاثنين مع بعض. ما فيش حد بياخد لواحد القرار. وبتقدر تستخدم الاثنين مزلوط في اتجاه واحد. سواء القوة العسكرية أو الدموناسية. تتلاقي أنت الكلام ناجح وماشي كويس. طيب. سيد اللي هو سريعا. أنا عاوز أعرف برضو من حضرتك. يعني تابعنا يمكن عدد من الاتصالات الهاتفية. أخيرها الاتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني. بيأس سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والتنطيق. يعني التنطيق من أجل إجلاء الرعاية البريطانيين من خلال مصر. ده بيعكس إيه؟ بيعكس قدرتك أنت على التوجه في المكان. ما هو أنت لما خليت الـ 117 قبل الهدنة. معناه أنك أنت قادر لعمل جوه هنا. فبالتالي النهار ده هو التاني لما يعايز يجلي الرعاية بتاعه. حيروح لمين على أقدر واحد يقدر يجلي الرعاية؟ عندك التوارض تتقدر. وعندك التأمين النائل التنصيق مع الجيش السوداني. وعندك الراضع بالنسبة لقوات الإنشار السريع. وبالتالي تقدر تنفذ أي مهمة أنت عايزها. فأنا رجل بتاع أي دولة أخرى عايز أجلي ديس بتروح في أكبر ضمان. رح تراحة عمل الكلامنا أنا؟ أعمله مع مصر؟ لا أعملوش مع مصر إيه؟ سيدة الوقت لو نيجي نقول القوة المصرية ربنا يدي من النعمة يعني راسخة دائما. وعندها القدرة على مواجهة الجميع. إحنا دلوقتي عندنا تهديدات قد تكون من الجانب الغربي نحية ليبيا. وعندنا القوات موجودة عند الجانب الجنوبي. عندنا القدرة على في جيشنا ما شاء الله إن إحنا ننتشر في مختلف الأماكن. وإحنا نبقى ما عندناش أي مشكلة خالص. التنسيق اللي بيحصل بين الفرق المختلفة في الجيش. زي بمسر. هو أشوف أقول لي حضر لحالك. في خطة اسمها خطة توزيع الاستراتيجي لقوات المصرية. ده خطة عملياتي بتتعامل يعني. أنا بحث بالتهديدات اللي موجودة عندي. نعم. وحقيقي لم ترى مصر حاجة من التهديدات في حياتها قد تلبية المدعين. لأن التهديدات من كل من كل الاتباهات. إما كان التهديد زمان يجيلك من البحر. الرومان وبتاعه كان عمده والإنجليز وكان. أو يجيلك من الشرق. وفين أيام المصر المصرين كان القبائل اللي بيكت عم بتجوم عليك مرة ولا بتاعه. أو قبائل اللي بيكت عم بتجوم عليك مرة ولا بتاعه. فأنت كل حاجة بتجي فردين. الزمان اللي موجودين في ده. التهديدات من كل ناحية. وده بنرجعه الموضوع مش حين فا أتكلم معكم كتير. اللي هو موضوع الشرق أوسط كبير. صحيح. اللي هو كان بتاع الرابع العربي نتيجة الرابع العربي. إنت لاب وإنت وإنا حتى قلت الكلام ده. قلت الكلام ده على طول سنة 2012. قلت إيه؟ خلي بالكو إن مصر وقفت الرابع العربي إيقاف مؤقت. صحيح. فأنت واقف دلالت لغاية دلوقتي باللقمة في الزورت في زورهم. إن الموضوع واقف. منذرة الحديث ده يا فندم أنا عاوز أعرف من حضرتك. هل ما يحدث متعمد أم صوت فواليد الصوت؟ لا لا متعمد. يعني كل الحدود تقريباً دلوقتي أصبحت ملتهبة ومشتعلة. شوف جوهر الموضوع بسيط. التعوازن القوى في المنطقة مبنية بين مصر وسوريا ضد إسرائيل. الشباية العربي بيطاير سوريا. عشان المعاركة دلوقتي كلها شغالة على سوريا دلوقتي. صحيح. فأنت النهاردة من اللي بيدعم سوريا أنت؟ لأن دم أصلحتها. فأنا لازم بعيدك عن سوريا. أما بعيدك عن سوريا أعمل لك إيه؟ أفتح لك أكتر من جابة. كنت أفتح لك زمان ليبيا. دلوقتي أفتح لك السودان. يبقى أنا أبعدك لأن دلوقتي المفاوضات دلوقتي أشغالها على سوريا. صحيح. قدرت تقنع السعودية أنها تعمل علاقات مع سوريا. قدرت تقنع العرب أن يرجعوا سوريا في مؤتمر القمة الجاي. قلت لك فيه كلام أن جمعة الدول العربية هتفعل المقعد السوري. عشان تتفاعله. وما أقول لك المؤتمر الجاي سيبقى الكلام ده فيه. إذن أنت النهاردة ناجح في موضوع أنك أنت توقف سوريا تاني. طب أنا وقفك تاني بقى. قوة الدولة المصرية أننا نحن ماشيين في مختلف القنوات الدبلوماسية والعسكري. يبقى هذه نفصل الحركة دلوقتي. أن أنت طول ما ستجي توقف سوريا سيجي لك قناة ده. طول ما موضعش الأوسط الكبير الموجود أو موجود. بالتمركزات اللي موجودة في سوريا الأمريكاني والإنجليزي والفرنساوي والألماني والروسي والتركي. كل دي تمركزات موجودة في سوريا. مستنيها أعلان في التأسين. فالنهار طول ما أنت موقف الحتة دي هم حيبقوا بصلك. يعني زي ما بنقول كده دايما ستلوها يعني مصر هي رمانة الميزان للمنطقة. مؤكد. ككل والإقليم. بشكل عام. ربنا يحفظ مصر يعني حكومة وشعبا ويعني قيادة أيضا يعني ويسلم طبعا كل الرعاية المصريين اللي موجودين في دولة السودان الشقيقة. نورتنا سيادة الواق محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر. بالعافية. شكرا ل행. شكرا للمشاهدة.